التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشاركين في قمة دول جوار السودان والتي عقدت بقصر الاتحادية أعربوا عن قلقهم العميق إزاء استمرار العمليات العسكريات في السودان وتدهور الوضع الأمني والإنسانية ونشد البيان الختامي للقمة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب وقال الرئيس السيسي أن البيان الختامي أكد أهمية الحفاظ على دولة السودان ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها وانتشار الفوضى والإرهاب مشيرا إلى أهمية التعامل مع الأزمة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل كما أعلن الرئيس السيسي أن المشاركين في القمة اتفقوا على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان عبر أراضي دول الجوار رحب مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمخرجات قمة دول جوار السودان بالقاهرة مثمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة القمة والتي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع السودان وأكدت الحكومة السودانية حرصها على العمل مع كل الأطراف السعية لوقف الحرب وأكدت في الوقت ذاته استعدادها لوقف العمليات العسكرية فورا إذا التزمت قوات الدعم السريع كما أكدت التزامها ببدء حوار سياسي فور توقف الحرب والذي يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستنسحب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ما لم تتم تحقيق مطالبها مؤكد أن موقف موسكو الصارم قبل انتهاء الاتفاق الاثنين المقبل وأضف بوتين في تصرحات لتلفزيون الروسي الرسمية أن الأمم المتحدة لم تفلح حتى الآن في التوصل إلى حل مرد للقضية نفي أن اطلقه أي رسالة تحتوي على مقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية البنت تظن أن أوكرانيا استلمت ذخائر عنقودية أرسلتها الأولايات المتحدة بحسب ما نقلت وكالة رويترز وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى كييف في إطار حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار تهدف إلى ضمان عدم قدرة القوات الروسية على وقف هجوم أوكراني مضاد قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن مجموعة فاغنر لا تشارك في عمليات عسكرية في أوكرانيا بأي قدر من الأهمية وذلك بعد أكثر من أسبوعين من قيامة المجموعة بتمرد في روسيا وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أن بلاده لا ترى قوات باغنر تشارك في هذه المرحلة بأي قدر كبير في العمليات القتالية في أوكرانيا وعلى جانب آخر كانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أن قوات باغنر تستكمل تسليم الأسلحة إليها تحديث عن التقديم المتحدث عن الأسلحة إليها